اشتركوا في القناة تقولي للناس ايه بالزبط اللي بيحصل واحدة واحدة كده ولما يحسوا بايه يبدو يعملوا ايه وينتبهوا لايه علشان الموضوع يعني نبقى نبقى مسترسلين فيه بطريقة منظمة القدم السكري هو العين ما بيدخلش على طول في مرحلة قدم سكري اللي بيحصل بيحصل حاجة اسمها التهاب عصاب طرفية نتيجة لارتفاع مستوى الجلوكوس في الدم بتتراكم مادة كيميائية اسمها السوربيتول نتيجة انه الانسولين مش مستوى بالسكر الزيادة اللي في الدم فتبدأ مع الوقت تتراكم المادة دي على جدار الاوعية الدموية الدقيقة تمام فيبدأ يحصل زي دي انسداد في الاوعية الدموية الدقيقة ويمشي الرئيسية فالعيان يروح مثلا برا الحد فيقول له ايه يعني اعمل دوبرا الفرائي ايه الشريان الرئيسي شغال بس والعيان بيشتكي من تنميل بشع وواجع بشع في رجله وساعة تنميل خفيف بس ده انا بعتبركم بلا موقوطة لانه ده معناه بإنديكيشن انه فيه التهاب عصاب طرفية اللي هو انت في لحظة ممكن تفقد الاحساس اللي هو انت في لحظة ممكن تتحول لجروح وقدم سكري وطبعا مرض السكر معروف انه هو من يعني لو احنا عندنا نسبة بتر اكتر نسب البتر على مستوى العالم من السكر من قدم السكري اه السوق كده يبقى حوادث لقدر الله اه اما كده اما يعني فيه اسباب تانية بس اكتر سبب شائع في البتر عمتا هو القدم السكري تمام تمام فبيحصل ينسداد في الاوعية الدموية الدقيقة لو حصل اصلا في الشريان الرئيسي اللي بين في الدبر الانسداد ده معناه انه فيه غرجرينة فاحنا لو هنستنى ان الشريان الرئيسي تسد يبقى العيان ده خلاص كده ايه خلاص دخل في بطر غرجرينة ايه غرجرينة دي بقى الغرجرينة دي اخر مرحلة بقى ممكن يوصل لها عيان القدم السكري خلينا نشرحها كده بالترتيب المراحل احسن قبل ما نتكلم على آخر مرحلة عشان ما نخدش الناس ونتكلم في جرجانينا على طول ونقولهم من الموضوع إن شاء الله لي علاج في الأول تمام أول مرحلة بيبقى لهو التهاب الأعصاب الترفية دي لما الدورة الدموية الدقيقة بتبقى وليلة نتيجة إن هي حصل فيها انسداد أو دي نتيجة طبيعة مرض السكر بيحصل فيها انسداد أو بيحصل فيها دي فده جايبين جرح قدم سكري بس دي الصورة دي في الآخر بعد ما التقم إحنا عايزين صور بالترتيب بالترتيب يا ريت لو تجيبوا لنا المراحل واحدة واحدة دي المرحلة الأولى بيحصل ألم العيان بيحس بألم والمرحلة الثانية بيبدأ يبقى فيه مع الألم تنميل وسخونة ودستربلس لغبطة في الإحساسية إما بهايبر يعني الإحساس يبقى سنسة تبقى قوي لأن العصب بأريان الطبقة بتاعت الميالين شيس بقت مش موجودة في إما يحس إن الإحساس عالي جدا ويحس بسخونة وقلم ومش عارفة نم ورجلي سخنة على طول يا دكتورة كأني ديس على راملة دي يبقى في المرحلة الثانية المرحلة الثالثة إن إحنا دخلنا في مرحلة دي أولها؟ لا ده مش أولها برضو مش أولها؟ بعد كده بعد مرحلة فقدان الإحساس بيجي عندنا بقى مرحلة القدم السكري اللي هي بيحس فيها الجروح يبدأ يبقى فيه جرح الجرح المفتوح ده مفتوح بقى لأي انفكشن التقام مريض السكر أصلا ضعيف فيعتبر إحنا كده إيه الجرح ده إذا ما تعالكش صح وبسرعة تلمي الموضوع وعالجنيه بالطرق اللي إحنا هنتكلم عنها هو الحل التاني الجرح هيفتح وندخل في انفكشن يتلوث الجرح وندخل بقى في مشاكل إيه يبدأ يدخل في مشاكل القدم السكري واحدة واحدة لحد ما بنوصل للغرغرينة خاص مش وصل دم من الرجل خالص فتبقى في الحالة دي الحل الوحيد اللي قدامنا هو البتر دي مثلا دا عيان قصومة هما ثلاث عيانين أنا كنت إيه بعطيهم دي كرحة هي مفتوحة هي في الرجل العيان دا جه لحقها الصورة بقى اللي كانت قابلها دي بعد ثلاث جلسات بدأت تلم طب هو بيحس بيشوفها هو لما حصل له كرحة دي خلاص كان فيه فقدان إحساس هو فجأة بيلاقي رجله تعورت أو حصل فيها كرحة آه ما هو دا اللي أنا بسأله طب هو بيعرف إزاي نشوفها بقى أو مراته أو حد آه يقول لأ دي بعد ما التقم عايزة الصورة دي اللي هي في الأول خالص بقى هنا دا كان الجرحة كانت المفتوحة كلها من هنا عايزين نشوفها بالترتيب أحسن نشوفها بالترتيب أم فبتقول إيه إنه بتلحقوا الحاجة أول بول لباية قلت إيه دي بقى بيخش في موضوع الغرجارينة آه دي آخر حاجة بقى بعدها بيبقى فيه بط طب إيه هي الغرجارينة؟ إنه الدم الشريان الرئيسي خلاص حصل فيه نسدات مش الشريان مش إحنا قلنا المشكلة أصلا كانت في الشريان الدقيقة تقيقة آه دلوقتي بقى بقى الشريان الرئيسي خلاص في الشريان الدقيقة مش قادرة تستوعب والشريان الرئيسي حصل فيه نسدات فأصبح جزء من الرجل سواء كان فوق الرجبة بقى أو تحت الرجبة ما فيه بتر تحت الرجبة فيه بتر فوق الرجبة آه فيحصل بقى بتر على آخر يعني حتة ووصل فيها دم من التربة وخلاص مش وصل لها دم الجزء ده خلاص فلازم تتخلصون فلازم تبقى مش موجودة ونستبدل الجزء اللي تبطل ده بطرف صناعي برضو بطرق معينة برضو في العلاج كل اللي بقى مشكلة منذي لها طريقة العلاج اللي احنا لنعالج الخاصة بيها نبتدي من الأول نبتدي من الأول احنا أولا أنا عايزة أقولك أصلا ده كان موضوع رسالة الدكتورة بتاعتي اللي هي القدم السكري او او احنا بنبدأ أول مرحلة اللي هي التهاب الأعصاب الترفية التهاب الأعصاب الترفية ده عبارة أنا عنديه في الشرايين الدقيقة طيب خلينا نقول كلام لوجيك وعقليني أصلا مريض السكر عنده هي الدورة الدموية العامة فيها مشكلة فهل فيه قرص دوة ممكن يوصل لشرايين دقيقة مش لوجيك وفي أصلا يعني دورة دموية أصلا من الأساس تعبانة تعبانة فمش هتوصل عمرها ما هتوصل فده لوجيك فالعيين دول يقدروا ياخدوا في أدوية وحاجات عشان التهاب العصب طب هو العصب هيلتاقم تاني ازاي وأصلا هو مش وصل له دورة دموية ما هو عارفة كله موصل لبعضه فاحنا المشكلة بتبدأ تتفرع عندنا مشكلة في الشرايين الشرايين ضعيفة بدأ يبقى عندنا مشكلة في الأوردة خلاص الشرايين والأوردة بقوا ضعاف فإيه اللي بيحصل الدورة الدموية اللي بتوصل للعصب بدأت تتأثر فالعصب هو تمان يبدأ يحصل فيه أول حاجة التهاب تاني حاجة بيحصل طبقة الميالين الغلاف المادة العزلة اللي على العصب تبقى مش موجودة تتشيل يحصل فيها دجينريشن تأكل وبعد كده نوصل بقى على الأكسون العصب من جوة بقى كده عرفة زي سلك الكهرباء لما يبقى ملفوف من بره بعازل وانتي شلت العازل العصب بقى نفس الوضع ده المرحلة بعد كده يبدأ يحصل تأكل بقى في العصب نفسه بقى من جوة في الأكسون ده فما هي دي المراحل بتاعتنا يبقى احنا عندنا تلت حاجة قلنا العصب رابعة بقى مشكلة الموتور اللي هو الجزء ده كل يعني كل المشكلة في الأول اللي احنا عميني نكلم فيها دي في الإحساس ودي خطورة المرض السكر أو القدم السكري أو التهاب العصاب الترفيه السكري طب خطورته ازاي احنا عندنا كده يعني ايه منتاليتي بتاعت الناس عندنا ايه طالما أنا رجلي قد رأف عليها يبقى أنا كويس يبقى أنا تمام حاسس يعني بحرقان حاسس يعني بسخونة بسخونة فبيبقى هو مستسهل انه هي حاجات بسيطة انه هو شايف شوية تنمي وهو طعبان ومدية ومش عارف ينم بالليل من السخونة ومن القلم بس يعني يعني ايه طالما أنا قد رأف علي رجلي خلاص يعني ومكمل في عجلة الحياة ومطحول ومطنش نفسه بس أنا بقول يعني ايه كل ما هنعالج بدري كل ما النتائج بتاعتنا افضل اخر مرحلة بقى خلاص حصل الموتور ويكنس اللي هو الضعف العضلات دي بقى شكل المراحل خلصنا الحاجات دي بقى هندخل زي ما قلنا في الجروح والقدم السكري خلصنا المرحلة دي الجرحة التلوث ودهت الدورة دمالية مش واصلة كويس يبدأ يحصل بعد الشرب على غرغيرينا والبتر دي كل المراحل كده بالترسيب بتاعتقي القدم السكري لو احنا في مرحلة التهيب الاعصاب الترفية ليه الاولانية اللي احنا بنتكلم في مرحلة قلم تنميل حرقان واجع شكشكة تقل كل الكلام ده معنا حتى ضعف العضلات كمان معنا لو حتى لو معكم بادوية بقى لا بجلسات هنشرح هشرحه لك دلوقتي بجلسات واتكلمنا قلنا شريين واوردة واعصاب وعضلات كل ده في مرحلة التهيب الاعصاب الترفية اول جزء بنشتجل علي بيكون الشريين هو يعني العلاق ده الحمد لله بفضل اللي يعني موجود في امريكا ومعايا انا لان انا عملت كونترساية الدكتورة بتاعتي في القصة دي ده عبارة عن ايه بنحط موجات ليها طول موجي معين موجات ضوئية احدات اللون حاجة اسمها كده يعني بيبقى ليها طول موجي معين 9890 نانوميتر بتوصل للشريين يعني الوافلينت طول الموجي بتاعها ده بيتارجت الشريين سبحان الله الوافز اللي خارجة منها دي اه ليها كدرة انه الهيموجلوبين بيمتصها مم فبيحصل زيادة في كرات الدم الحامرة وزيادة في الدورة الدموية وبيحفز افراز مادة اسمها نايتريك اوكسايد بنسميها احنا الموست باور فرورفازو تايلاتيشا يعني من اكتر الحاجات اللي تعمل تمدد في الاوعية الدموية دي وتشغالها تاني وبيحفز على انقصام متجديد الخلايا بتاعت الخلايا الدموية تمام وبيحفز انتاج جديد فكل الحاجات دي تساعد معنا في ايه في زيادة الدورة الدموية الموجودة بس للأسف في حاجات تانية تضارت يبقى احنا كده ما حلناش كل المشكلة حلنا جزء من المشكلة احنا عندنا بقى فيه مشكلة تانية اللي هي ان الاوردة بقت ضعيفة فيعيني يندلد الرجل وتورم يجي يلبس جزمة جزمة بتضيع لي جزمة ممكن تعوره يدخل في الكرحة زي اللي كانت موجودة في السور فنبدأ نعمل ايه عندنا جهاز برضو شغلة تاني بتشكل معين بنبدأ جهاز بيزود اندفاع الدم ده جوه الاوردة بطريقة معينة بنشتغل ده بيزود ايه يعني بيقوي المرونة بتاعة الاوردة خلاص ممكن ناخد بس تريفون لحضرتك مادام سنيحة اهلو 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 بس عادي نسأل الدكتورة يعني انا عندي رجلية بتوجعني قوي بس عندي تلع عندي تحليل الغدة الدراقية اه البراثيروية علي اوش تميم اه طيب في سكر اه سيئتش برضو واجه خالص 19 من 100 وهي المفروض المينمم بتاعها مفروض ب4 من 10 ومش عرفة حل المسألة دي خالص في سكر في سكر عندي طيب هي زياد تبقى محتاجين طيب حضرتك الفيدي احنا نبقى طبعا محتاجين مع فحص رجدة الدراقية نعمل شوية انفستيجيشون زي تانية نشوف مشكلة ألم الرجل دي سببها ايه هل ممكن يكون سببها مثلا يوريك أساد عالي ممكن يكون هي عندها سكر طيب طوم ومش عارفة مثلا ما عمليتش التحليل ممكن اللاخباط الساعد بتاعة رجدة الدراقية تعمل مشاكل ألم في العزوم وحاجات زي كده ممكن يكون عندها نقص فيتامين دي ونقص كالسيم فيه أسباب كتير أي لأنه كده السبب يعني واللي يبينها التحليل شوية فحوصات كده بتنطلبها منها بتعملها وبنقدر نحدد لأن بصي كل حاجة كل مشكلة يعني طريقة العلاج بتاعته مختلفة الناس فاكرة مثلا يعني مثلا دلوقتي يكلم عن القدم السكري أنه نفس العلاج ده احنا نقدر نطبقه على مشكلة تانية لأ ده كل حاجة لها تدخل بشكل معين تدخل علاجي بشكل معين وطريقة شغلة مختلفة وتساعد الشغل بتاع كده يبقى عكس الشغل بتاع كده تفاهم أصدي مش كل الأمراض لستة سبتة يعني لا كمان يعني فيه زي ما تقولي ايه فيه اختلاف في الأمر كمان بالزات في العلاج الطبيعي الناس بتخيل انه الامر لا يا جماعة موضوع مختلف انه كل مرض لطريقة وحاجة ممكن في نفس المكان يعني مثلا زي مثلا زي يجدره فيه عكس لو فيه فكرة من زحزحها الثانية دي لها طريقة علاج عكس الثاني يعني فهم وقصدي فده بس اللي أنا عايز اوصل بس نكمل موضوعنا بتاع القدم السكري احنا شتجلنا قلنا على الاوردة وعلى الشريين ويفضل بقى مشكلة العصب بنامي الحاجات بقى بتزود العصب التقام الهيلنج بتاع العصب التقام العصب موانسي لازم تحدي المشكلة من جدورها حاجة مشكلة يعني هو جاي بشوية التنميل بس بصي جوا الدنيا متبهدلة ازاي عملي نعالج حاجة وحاجة فهم قصدي بعد كده بندخل بقى في مشكلة العصب بنعمل عندنا اجهزة بتزود التقام حوالي ثلاث اجهزة بيدخل عليهم حاجة سواء فوتوثيرابي ومجنيتك ثيرابي وليزر شغل كده كذا حاجة بيتامل هي الجلسة بتبقى في حدود تلات ساعات ياه اه جلسة كبيرة جدا وبيبقى الكورس 12 جلسة كمان يعني فهم مش مهم عشان صحتي وعشان رجلي ده اصلا الموضوع ده بيعمله انا عايز اقولك بيحمي رجل اللي هو حافظ على سكره بيحمي رجل المفروض في الكتب سنتين بس اللي احنا بنشوفه في الحقيقة لأهو حافظ على سكره بعد الجلسات دي يعني بنشوفه الناس بخمس ست سنين تمام يعني زي الفل زي الفل يعني هو بيعمل مرة هو بيحنا بنحتاج من كورسي لتالتة الكورسي بيقى 12 جلس ممكن يبقوا يوميا وممكن يبقوا يوم بعد يوم على حسب ظروف المريض ولو احنا مسلا ساعد بيبقى جايلينا ناس من بره وبيبقى وقتهم ولا ساعد بنعمل جلستين كمان في اليوم بحيس ان احنا على قد ونقدر نعليج المشكلة في اقل وقت ممكن تمام معناتي ريفون قال لو ايوة السلام عليكم وعليكم السلام تفضل اكلم الدكتورة بس مع حضرتك كيف بس بالليل كده من الأكلان اللي فيها هو انت عندك سكر صح اه عندي سكر اه بس مش علاقة مالوش علاقة بس سيستار هرد على حضرتك حيا السيستار طبعا بيكلم في نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها يعني السؤال بتاع هو عنده تنميل ومبينامش من رجله ده كده هو في المرحلة التانية او نعمله اختبارات قياس احساس احتمال يبقى التنميل ده تنميل يبقى تنميل وبس والاحساس العصب لسه الجلاف بتاعه موجود وممكن يكون خلاص حصل يكون فقدان احساس هنعرف منين باختبارات تقييم بنقيس الاحساس العميق بطريقة معينة وبنقيس الاحساس السطحي بطريقة معينة عندنا وسائل القياس كده بنعرف فيها الاحساس وفيه حاجة اسمع الاحساس بالنمس كل حاجة لها طريقة كده بنقيس بيها فبنعرف الحالة دي فقاني مرحلة عن طريق التقييم اللي احنا بنعمله فنحتاج كده يتعمله تقييم ونحدد بناء عليه بقى هو فقاني مرحلة ونبدأ العليج تمام من ضمن بقى البرنامج نتيجة الدولة الدمائية ضعيف بيبدأ العظم يفك من بعض دي بقى مشكلة سخيفة جدا يعني مش بحب حد يوصل له لانه بنلبس العين حاجة اسمع موكر عشان نلم العظم ونلم الرجل وذي وبيقض فترة يعني وبتبقى مهما طال الوقت ممكن بيبقى خلاص فيها احتمال حتى يعني بنقوي الكتلة العضلية من غير ما نحمل على المفاصل والعظم بطريقة معينة يعني بطريقة العلاجة الطبيعية اه اه لها طريقة شغل كل اللي احنا بنقوله ده طريقة العلاجة الطبيعية اه بنقوي بس بطريقة معينة مش اي ثمانين ينفع والثمانين لازم يكون بشكل معين علشان تأوي العضلات من غير ما تضغطي على العضم ولا المفاصل تمام تمام ولازم طبعا الهو اللي عملها لان مش اي حد يعرف يعملها بس انا دلوقتي انا شايفة ان احنا بنتكلم في علاج خارجي اه وكأن الادوية ملهاش اي ما نقدرش نقول بس الدواء ملوش تأثير طبعا الدواء احنا 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 بنشتغل مع بنشتغل كاتيم وورك احنا لازم لازم دكتور السكر احنا كل الشغل اللي بنعمله ده لو سكره عالي انت عمالة تفتحي في الدورة الدموية والسكر يلا هو يقفل فاحنا مفيش حاجة يعني بصي انا لين المؤمنة بشغل تيم وورك مفيش حاجة اسمها انه واحد يشتغل مع عيان لوحده ده مش صح لازم العيان انا اول ما الماء بيجيلي سكراك مزبوط لا هنزبط مع دكتور السكر وتجيلي انتش فهميني لازم احنا كلنا بنشتغل مع بعض ما فيش فيش حاجة اسمها انه حد شغل واحده دي فيش حاجة اسمها لأ الدواء ليه لازمة وليه نتيجة ومهم احنا بنشتغل كله مع بعض عمرنا ما بنوقف علاج عيان علاج دوائي لأ ده لازم ده بلعكس العلاج الدوائي هسات مع بس احنا بنقول اهمية الجلسات في انه عشان دي حاجة في المايكروس انت لازم تشتغلي على حاجة معينة دي عشان توصلت لازم تشتغلي عليها لنفسها لوكل فيهم سي قصدي ده المقصود بكده لكن عمرنا ما بنقدر نشتغل من غير تيمورك احنا كلنا بنكمل بعض يعني بتستعمله ادوية برضو لا انا مش بستعمل انا يعني بتدخلي معاك اذا اذا الامر يحتاج دكتور اعصاب لازم نتدخل بستي ما فيش مشكلة خالص وساعات دكتور اوعية دموية ساعات كتير لو الموضوع في جروح بنبقى احنا ودكتور الاوعية معنا احنا كتير قوي نشتغل مع يعني احنا اكتر نشتغل معهم في القصة دي التخصص اللي هم ده كترة امراض السكر والغدد السمو ودول اكتر نشتغل معهم هم وبتوع الاوعية الدموية ده كترة الاوعية الدموية يعني بالعكس ده احنا دايما شغالين مع بعض دايما احنا العيان وصل لفين لأ كذا ونسوى للدكتور والدكتور يبعت لنا ونحنا نبعت له وبنفضل متابعين الموضوع مع بعض ابني مريض سكر عجيل وهو عنده يعني في سنة ثالثة عجيلة بالوقت هو في ثالثة سنة وكان مفوض كنيبة فولة كلية بس بحسب بتلميمه في رجله في صوابع رجله وساعد بيقول يا مام عندي حرائم تمام تمام حرود داري في حالة بس كان اخر مرة كنت عملاله اللي هو السكري كنت سبعة ونصر سبعة ونصر سبعة ونصر او وكان ادلي كده كان اتناشر كان اتناشر ونصر تمام هرود بس وهو بيمشي بنظام اللي هو علاج السكري بياخد اثنين انسولين معكر ومائد تمام تمام هرود عليك ناشي يا دكتورة وانا مش عفو انا التانية برضو لانا عندي برضو يعني السكر بس انا سكره عطبي اه وباخد برشين طب في تنمير في رجلك انت كمان او واجع او شكشات او ايوة انا سعدت تحفلي يعني واجع في رجلي والتعدت برضو بتنميم طيب هرود عليكم انتم اللي اتنين حضرتك وابنك حاضر شكرا بوسي انا النقطة دي اللي هي سألت فيها كنت هنوح عنها طبعا التهاب الاعصاب الترافية ده بيجي لطيب طول اللي هو للناس الكبار زي الام ممكن في سن عادي متأخر ويجي لطيب يعني مثلا يبقى لسه جايله السكر وجايله التهاب اعصاب ترافية لكن اللي هو طيب ممكن يجي لطيب اعصاب ترافية بس بيبقى متأخر شوية مش في اول سنة اثنين بس ممكن يجي في السن ده الام بقى الشطرة الوعية زي المتاصلة كده اللي تاخد بالها انه اشتكى من تنميل دلوقتي لان احنا للأسف للأسف شفنا ولاد صغيرين جدا دخلوا في قدم سكري ودخلوا في بطر واطراف صنعية في سن صغير جدا لان الام والاب مش مش متخيرين انه الامر ده بيقول يا جماعة في مشكلة يا جماعة في مشكلة عارفة زي مثلا ما حد مثلا يتعب مثلا يجيره مغز فلو ما قالش انه في مشكلة تقوم الزيدة مثلا كان فيه زيدة تنفجر فكل ما احنا بنعالج الموضوع فأوله بيبقى افضل تمام دي دي نقطة بالنسبة بالنسبة لها ان احنا نبدأ يعني يبدأ كرس الجلسات اللي هي بتحمي بتحمي ايه بتحمي الرجل من اللي هي الدخول في مضعفات السكر وتعالج مشكلة التهاب الاعصاب الطرفية لان الشغل ده فيه مستين انتي بتعالجي وشغل وقائي صحيح انتي مش على الاتنين انتي مش بس عليك عيان وسبتيه لأ ده فيه جزء وقائي طب انا عايز اقولك ان الحلقة خلصت اونا يشاك كان فيه كلم كتير اه لا بس انا مهمة عندي ان احنا نعمل حلقة تانية ان شاء الله ناخدها من اولها كده تتريجي ونتكلم عن العلاج الطبيعي وقد ايه انت وصلت الميزة الميزة زمان كان الواحد ما بيفرقش معاي يروح للدكتور زمان مش بنتكلم عليه احنا اهلينا يعني لان ما كانش فيه التقدم العلمي الفظيع اللي احنا وصلنا له دلوقتي اي حاجة انت بتشتكي منها الحمد لله عيشنا في ربنا ادينا العمر ان احنا نعيش في زمن لقوا فيه اختراعات واكتشفوا فيه حاجات فنستجل ده يعني اول ما تحس بحاجة على طول بروح للدكتور عشان تتلاحق كل حاجة بتتلاحق دلوقتي بإذن الله يعني شكرك دكتورة ناريا دكتورة رانيا السيد عبدالعليم مدرس واستشاري لعلاج الطبيعي طب قصر العيني شكرك جدا شكرك وايضا بشكر كل جمهورنا لتابع حلقتنا النهاردة وتمنى الحلقة تكون افادتكو وانتظرونا غدا وفي نفس المعاد و لعيف كلينيك الى اللقاء اشتركوا في القناة